اشتركوا في القناة رسالة شخصية لي كل واحد ليك وليك وكل واحد فينا وانا شخصيا نعتبرها رسالة موجهة من ربنا لي الاية بتقول ايه يا ريت نحفظ الاية مع بعض الرب الهك في وسطك ربنا هنا بيخاطب كل نفسه بشارية الرب الهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرح فرحا يسكت في محبته يبتهج بك بترنم فالاية دي فيها كزا حاجة مهمة اوي ان ربنا في وسطنا وده تعبير مشهور اوي اتكرر كتير في العهد الجديد لما ربنا قال حيثم اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطهم حتى على الصليب تقال والصين واحد عن اليمين والاخر عن اليسار ويسوع في الوسط ويحن المعمدان قال في وسطكم قائم لستم ايه تعرفونه فالمسيح له المجد دايما في وسطنا في وسط الكنيسة في وسط البيوت في وسط حياتنا اليومية في مشاكلنا هو موجود زي ما كان موجود مع التلميس في السفينة وانتهر الريح طب ربنا بيعمل ايه في وسطنا بيعمل ثلاث حاجات جبار يخلص يعني فيش حاجة اقوى من قوة ربنا من سيفصلنا عن محبة المسيح اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف قوة ربنا اعظم من اي مشكلة ممكن تقابلنا في حياتنا الحاجة التانية الي ربنا بيدهاني هو الحب الالهي ربنا بيسكب محبته لكل نفس بشرية في الترجمة الايه بتعبير تاني جميل اوي يجددك في محبته يعني احنا مندوق محبة ربنا نتجدد يعني ايه نتجدد مندوق محبة ربنا الخوف يروح القلق يروح الهم يروح الحزن يروح ربنا بيجدد كل واحد فينا لما يدوق محبة الله كل يوم الحاجة الثالثة انه بيقول يابتهج بكي فرحا وكمان في الترجمة الايبطي كما في يوم عيد يعني ربنا فرحان بكل واحد فينا برغم ضعفاتنا ايو برغم ضعفاتنا برغم ان احنا اوقات ما بنوقاش امنا لا ربنا فرحان بولاده هو مبسوط بينا بس عاوزنا في كل الوقت نجيله عشان ندوق المحبة الالهية بتاعته ونجبع من محبته فدي دعوة شخصية من ربنا لكل واحد فينا انه يعرف ان المسيح في الوسط بيفرحه بيجبعه من محبته ومفيش حاجة اقوى من محبة الله لإلهنا كل مجده كرام للأبد امين